النووي علو الله سبحانه وتعالى شوف يعني أنت لا تجهل عقيدة النووي ثم بعد ذلك تريد أن تعتقد أنه إمام أنت تريد أن تتخذه إماما وتجهل عقيدته هذه هي المشكلة التي نعاني منها في الناس وتريد شخص قبلي قال إنه ليس إمام أنكره في شرحه لحديث الجارية في صحيح مسلم ما هو هذه المشكلة نحن عندنا يعني مثل لا أريد أن أقول تشبيه لكن خلاص نحن هكذا هذه صارت الإمام دون أن نعرف عقيدته الإمام دون أن نعرف منهجه الإمام السيوطي الذي يعتقد أن الإنسان يوجد في مكانه في مكان واحد في وقت واحد موجود هنا وموجود في الصين وهو جالس معك ويروح يصلي ويرجع وانت شايفه أمامك هذه عقائد السيوطي وإمام ليه؟ لأن اعتادت الألسنة على ذكر ذلك الأشعر يقولون ذلك والسلفية يرددون خلفهم تطبع شروحات تطبع الشروحات الجهمية للكتب بأحسن التحقيقات تحقيقات متقنة لشروح الجهمية لكتب الحديث وما شبه ذلك ثم يأتي يعني ثم بالنسبة لشروح أهل السنة لا تجد من يهتم بها لا تجد من يطبعها كتب السنة الأصلية تجد طبعاتها والله تخجل تخجل غير مخدومة وتروح على كتب الجهمية تجد طبعاتها ما شاء الله عليها ومين المحققة سلفية ومطابع سلفية فطبعا راح تطلع أنت تقول عنهم آئمة ويطلع غيرك يقول عنهم آئمة شيء طبيعي لكن لو قلت لك ابن المحب الصامت هل أنت ستقول عنه إمام؟ هل أنت تعرفه أساسا؟ هل أنت سمعت به؟ عنده كتاب من أحسن كتب العقيدة في صفات الله سبحانه وته كتاب كبير ما حقق إلا قبل فتر ولكن تجدهم يحققون كتاب الجويني الإرشاد حققوها هذه الكتب تحقق كتاب ابن المحب الصامت حتى فترة قريبة حتى حقق وموجود المخطوطاته موجودة لكن لا يحقق مين اللي يعرف ابن المحب؟ مرحبا ابن المحب لكن سيوطي والرازي والغزالي هؤلاء أئمة هذا تأثر بالأشعارية هذا تأثر كبير بطائفة الأشعارية أئماتهم أئمة والباقي طيب الحافظ السلفي مين اللي يعرفه؟ السلفي بكسر السين مين اللي يعرفه؟ مين اللي يعرف جهوده؟ مين اللي يعرف كتبه؟ مين اللي يعرف؟ قنازع الذي شرح موطأ مالك مين اللي يعرفه؟ ومن الذي يقول عنه إمام؟ من الذي يهتم بشرحه أساسا؟ من الذي يدرس شرحه؟ لكن تجد الزرقاني الأشعري هذا هو الذي يدرس شرحه هذا هو الذي يطبع شرحه بأحسن الطبعات ابن أبي زمنين تفسيره من أحسن التفاسير ومختصر لكن عندنا تفسير الجلالين إيش بدك بابن أبي زمنين؟ بارح حتى حقق تفسيره فطبعا سيخرج عندنا جيل يعرف أئمة الأشعارية ويسميهم أئمة ولكن لا يعرف أئمته لا يعرف أئمة أهل السنة إذا سمع بهم والله لا يعرفون يا إخواني أنا أتكلم الله بحرقة معلش يعني تحملوا اللوم لكن لأن هذه المسألة أنا تؤلمني لماذا العلماء الحقيقيون والأئمة الحقيقيون لا تذكروا أسماؤهم ولا تطبعوا كتبهم ولا تنقلوا أقوالهم ثم بعد ذلك تنقلوا أقوال الأشعارية وتحقق كتب الأشعارية وتنشر بين الناس ثم بعد ذلك تريدوا أن تجد أناس على المنهج الصحيح صعب صعب لأن تجد الذين يستحقون الذكر لا يذكرون من العلماء الدشتي يا الله من الذي كان يعرفه الدشتي هذا من الذي كان يعرفه لما كانوا يحققون كتب الأشعارية من الذي حقق كتاب الدشتي كتاب مسند في الحديث النبوي نحن اليوم والله نحن بحاجة إلى أن نحيي ذكر أئمتنا وعلمائنا وأن نفتخر بهم نحن عندنا علماء كبار عندنا أئمة كبار نفتخر بهم ما نذهب إلى غيرنا لنفتخر بعلماء غيرنا ثم بعد ذلك نجعل أنفسنا عالة على غيرنا لماذا؟ وهم أساسا غيرنا هؤلاء وهذا أنا مجهز عنها حلقة لسه ما نشرت هم علماء الأشعارية هم عالى على علمائنا عالة والله عالة على علمائنا وعالة على كتب علمائنا لكن أين تحقيق ذلك؟ وأين بيان ذلك؟ وأين الرجوع إلى علمائنا؟ وأين خدمة كتب علمائنا؟ فإذا جاء شخص وذكر علمائنا بخير وبين أن هؤلاء الجهمية ليسوا علماء لكن ليسوا آئمة عندهم علم نعم لا ينكر ما عندهم من علم لكن ليسوا هم آئمتنا فيأتي مثل هذا الأخ الكريم يقول لي من سبقك أن فلان ليس بإماء؟ مين سبقك؟ وهو لا يعرف عقيدته أنا لما نشرت الحلقات عن السيوطي وناس تفاجأوا يعني الناس أصيبوا بذهول صدموا يعني كيف هذا الذي كنا نتخيل أنه بمثابة أحمد بن حنبل في زماننا في زمانه يعني في المائة التاسعة التي عاش فيه وهو لا شير هو ما تسعمية وشوي كانوا يظنونها مثل أحمد بن حنبل ومثل الشافع ومثل كذا لما بينا عقائده الناس خلاص صدمت وفي ناس كرهوني على هذا لماذا أنت تبين عقائده؟ ليش؟ لأن خلاص هم اعتادوا وهم ينتسبون للسلفية لكن هم خلاص اعتادوا أن هذا لازم يكون إماما وأنت عندما تتكلم عن عقيدته أنا ما تكلمت عنه بكلامي من عندي أنا أتيت بعقيدتي بما جاء في كتبي فلما بينت ذلك الناس احتارت منهم من قال الحمد لله نحن تبيننا لنا منهم من قال لا أنت كيف تقول هذا؟ أنت تطعن بالإمام السيوطي أنا قلت الذي في كتبه لا قولك هذه الأشياء التي في كتبه هي طعم به ولا نقبل منك ذلك طيب لو طعنت بالحافظ الهاروي لو طعنت بالحافظ الهاروي هل سيتحرك أحد ويتكلم أحد؟ الحافظ الهاروي أحسن من السيوطي بكثير ليش؟ لأن ما أحد يعرف الحافظ الهاروي ما أحد يهتم بأن يعرف الحافظ الهاروي ما أحد يهتم بأن يعرف هؤلاء الحفاظ وهؤلاء العلماء يوسف بن عبدالهادي الآن لو واحد تكلم عن يوسف بن عبدالهادي من الذي سيهتم كثيرا ليوسف بن عبدالهادي مع أنه إمام من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه طيب